اشتركوا في القناة كيفكم طيبين ان شاء الله اليوم يوم خصص لكم لأسئلتكم انتم حنبدأ نستغل الوقت ان شاء الله بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ودائما احنا نبدأ بالقرآن نسأل الله سبحانه وتعالى نجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا في الآيتين اللي حقراها يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قرأهما في معنى حديثه كفتاه كفتاه يعني تكفيك من كل شيء دائما يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأها في الليل هذه الآيتين دائما حاولتنا من لا انت يعني ان لو انت قاريها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حياكم الله بيحكم نبدأ نأخذ الأسئلة بسم الله الرحمن الرحيم تكون الأسئلة في صل يعني عناويننا اللي دائما نختارها ونتطرق إليها اللي هي العناوين القرآنية كيف احنا نعيش حياتنا بالقرآن كيف نجيب القرآن إلى تفاصيل حياتنا طيب ممكن قراءة القرآن بدون حجاب ما عني بقرة وهيك عادي ما في مشكلة همشي يكون ما في رجل أجنبي ما يشوفك يعني يشوفك وكذا عادي يعني يكون المرأة يعني مثلا فاك شعرها مثلا في بيتها بتقرأ قرآن عادي ما في مشكلة شيء مشكلة طيب أشياء تزيد الإيمان شوف لو اليوم سبحان الله سئلت هذا السؤال إيش الشيء ليزيد الإيمان شوف لو تروح تلف العالم كله وتسمع الخطبات وتسمع يعني أو تقرأ كتب مثلا والله 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 ما في شيء مثل القرآن ما في شيء مثل القرآن لكن لما انتدب المشكلة في ذهابنا للقرآن كيف يكون يكون أنك انت بيتروح تتعرف على الله تتعرف على الله أيها لما جيد مثلا تجي تقرأ مثلا قالت ربي أن قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا أنت تقرأ قصة قصة الله سبحانه وتعالى يذكرها في كتابه يسليك أولا ولتتعلم أولا وأخيرا ليقين بالله قال كذلك قال ربك نعم صحيح والله لم تكن بغيا وكيف حيجي هذا الغلام هذه أسئلة جائزة نعم لكن لا تستصعي بها على الله قال كذلك قال ربك هو علي أمنيهين فيزيد منسوب الإيمان عندك وإنت تقرأ وتستحضر أمنيتك اللي أنت نفسك تبغاها يعني فيزيد عندك منسوب الإيمان أنها ستتحقق لأن الله سبحانه وتعالى حقق ما هو أعظم منها مثلا أعطيك مثال ثاني أنت قاعد عندك يعني أنا ما بأستجلب اليقين دائما بالأمان والحاجات اللي نبغاها لا لا أستجلب اليقين في مجريات الحياة كلها في المراض في الدين في الأمنيات اللي إحنا نتكلم عنها مثلا ولكني أنا دائما أبعدها في كل شيء أنت في حياتك حفظ الله سبحانه وتعالى لك مثلا الله سبحانه وتعالى يقول السماوات والأرض السماوات والأرض السماوات السبع والأراضي السبع الله يقول لهم اتيا طوعا أو كرها قال تأتينا طوعا سائعين الأرض وما فيها كلهم خاضعين لله هذا يزيد من سبع اليقين عندك ستجد في القرآن أكثر ما يضرب في وتر اليقين بالله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموت في الأخير قال أعلم أن الله على كل شيء قدير سبحان الله يعني حتى في ذلك الذي أو كالذي مر على قرية وهي خامل في النهاية أعلم أن الله على كل شيء قدير هو يعلم لكن منسوب الإيمان قد يزيد وينقص بسبب بعدنا عن القرآن والله في القرآن يقين بالله عجيب جدا جدا فاليوم سبحان الله كان اتصال يعني أحدهم يقول أنا يعني شعرت أنه الشيء بالشيء يذكر يقول يقيني قل بالله سبحانه وتعالى بالسبب أنه قلت له وقف 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 بسبب beiش قلت له رنا quote بسبب بسبب أيش بسبب أن الدعوة اللي دعيت فيها ما تحققت صح قال لي ايوا قلت له تعالى المين أحسن انت والأن النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي عليه الصلاة والسلام قلت له في الشعب حصر ثلاث سنين ثلاث سنين هل يقين بالله قل سري عنه يا عقوب ابن غاب عنه أربعين سنة وفي بعض الرئيس ثمانين سنة هل قل يقين الله هو يعلم حتى بيضت عيناه من الحزن وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم تخيلوا عيش أربعين سنة أربعين سنة عنده ولد هو عارف أنه حي لكن ما هو عارف هو قاعد يأكل هو مريض هو في مأواه وعارف من اللي آذاه وبعد عنه لكن تفاصيل الأمور أحيانا تتعمق وتزيد لما أنت تفتحها السجلات هذه لكنه عنده يقين شفت كيف القرآن يعلمك أنه ما في خاسر يرفع يده مع الله سبحانه وتعالى أبدا ترفع يدك ما في خسارة ما في مثل القرآن يرفع منسوب اليقين والله 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 يعني اذهب إلى القرآن بنية التعرف على الله سبحانه وتعالى يا رجل والله ترجع تفكر تفكر المصحف لو تقرأ صفحة واحدة بهذه النية أنك تتعرف على الله سبحانه وتعالى شوف نفسيتك قبل هذا الصفحة ونفسيتك بعد هذا الصفحة إذا إحنا في رمضان في رمضان وبعضنا ما يتدبر بس يختم ختمة واحدة يحس أنه هو خلاص مع مفتاح الجنة يحس أنه هو خلاص ما هي يكلمني كم ختمة تحمد الله الله الحمد لله ختمة ترى غيري ما يختم وترى أنا أحسن من غيري في زكرة نحن صح شوف كثير زكدة حتى تجي في العيد يعني والله الحمد لله ختمتنا حلو 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 الإنجاز بس ترى الهرجة مهنة يعني نحن نقول الهرجة السالفة مهنة القضية قضية إنزال القرى مهنة كتاب أنزلناه إليك مبارك ليش ليختموا آياته لا ليندبروا آياته تفكروا فيها إيش فيها من أسرار والله يعرف واحدين جماعة جرس في ليلة واحدة على صفحتين صفحتين مقدر يكملها يقول يا الله يا الله يقول أجمل مراحل حياتي وأجمل مرحلة في حياتي ويوم في حياتي ذاك اليوم صفحتين فاتح المصحف صفحتين صفحة خلنا نقول لها وجهين وجهين ووجه يقول جارس وحط راسي أنا على الجدار الجدار قدامي عشان لا ينشغل بشيء وحط المصحف على الستانت وجهش أطلف يقول أبحرت أبكي من عظمة الله وأشوف أسرار أسرار هذه الآية مرتبطة مع هذه الآية وهذه الله سبحانه وتعالى كأنه يستفتح بها على قصة مذكورة في الصفحة اللي بعدها أي جمال أي تناسق وهذه الآية لامست جرح فيها يا سلام هذا اللي يعيش مع القرآن هذا تلاقي إيمانه يعني مرة مرة ما يخاف في النهاية اللي ارتفع يقين بالله سبحانه وتعالى من خلال القرآن ستجده ثابتا لأن القرآن ثبته كذلك لنثبت به فؤادك تجد وجهه نور وجهه نور غصبا عنك جعلناه نورا الله سبحانه وتعالى نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فإنت إذا سئلت هذا السؤال أو إنك إنت تحيرت كيف أزيد منسوب الإيمان أفتح المصحف لكن مفتح قراءة القراءة فيها بركة أنا قلت لكم تقرأ في رمضان يعني لو ختمت ختمة تشعر بالراحة بداية رمضان كيف نفسيتك زي الزفت صح؟ أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم معليش معليش هذا خارج النص معليش معليش أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم خارجنا كده نقول إحنا يعني ما نخرج على النص قبل رمضان أو قبل تلاوة القرآن سجد نفسك يعني مش كويسة خلينا نقول كده صح؟ بدل ما تقرأ تجد نفسك لا حتى لو ما تدبرت فما بالك لو أنت طبقت القضية اللي تلامس روحك اللي هي التدبر تتأمل في كلام الله سبحانه وتعالى فأنصحكم إنكم تدبر كلام الله سبحانه وتعالى طيب سؤال ثاني أحبك الله يا حبيبي أحبك الله الله يحبك يا حبيبي طيب 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 ناخد السؤال يا جماعة الشاهي مخشو لا والله الشاهي طيب يا خضر كذا بدون سكر كمان يا الله واحد يقول فيه صحفي واحد يقول قاعد تشرب باليسار يا حبيبي أعلنها أمام العالم أن الإنستغرام عندما تصور تمام يعكس ما ترى أنت يعني تتشوف أني أنا قاعد تتكلم معك هذي هذي يسار أو اليمين الأخ اللي قال لي قاعد تشرب باليسار هذي يسار أو اليمين هذي برأيك أنت يعني هذي يسار إذا يسار شوف أنا قاعد أشرب باليمين غرض هذي يمين يمين عندي يسار عندك طيب سؤال جميل كيف أعرف أن الله يحبني يا سلام ماذي الأسئلة الحلوة شوفوا يا جماعة خلينا أضرب لكم مثال خلينا أضرب لكم مثال أنت أنت مع أمك مثلا تيبة تكون أنت أفضل واحد من العيال مع أمك تمام أنت تعرف أمك تحب الحاجات المعينة هذه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة تمام أنت شغال عليها شغال عليها أسألكم بالله يعني أمك لما نشوفك أنت قاعد تسوي الأشياء التي تحبها هتحبك أو لما هتحبك إذا ما حبتك أكثر من أخوانك فعلى أقل أنها تحبك صح ممكن واحد من أخوانك نفسك أنت من تداري في الخفاء كمان يعني هو ضرب على الوترين يعني ما شاء الله تبارك الله يبارك الله يبارك لكن إنت قاعد تأدي هذا العمل من أجل أنت حبك صح صح الله عنده أعمال يحبها إن الله يحب المحسنين المحسنين هذا واحد واحد قال خلاص أنا اسمعت على أن أن الله يحب المحسنين أنا لازم ذه أحسن الإحسان إيش الإحسان اروح أقرأ إنه الإحسان إيش هو الإحسان الإحسان في الشريعة في المراتب لجاء جبريل عليه السلام يعلم النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فعندك مرحلة معينة من الشعورية بنظر الله إليك سبحانه وتعالى هذا تعريف من تعريف الإحسان ومن تعريف الإحسان الإتقان أن تتم الأمر بأحسن ما يكون تمام مثلا إيش الأشياء اللي حبه الله سبحانه وتعالى حاجة إحنا كل يوم ندور لها أصلا وهي أصلا إحنا ندور لها عشان هو يعني بسغفل لنا تسويها يحبك أي فضل هذا يعني واحد ألم بذنب تخيل ألم بذنب كبير عصى الملك الذي يراه عصى الجبار الذي يراه ثم استحى ثم دخل إلى حجرته وقال يا رب اغفر لي الأصل في المعاملة أنه أنت تحت المشيئة إن شاء غفر لك وإن شاء رحمك وهذا الأصل لكن بحصن ظنك بالله سبحانه وتعالى وبرحمته التي تسبق غضبه الأصل أن المرحلة الثانية يغفر لك خلاص لا 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 الله ما يتعامل معنا كذا يوصلنا للمرحلة ثانية إن الله يحب إن الله يحب التواب هذه مرحلة والله العظيم كلما استفقلت ذنوبك تذكر هذه اللحظات وهذه المفاتيح من الرحمة أفهم أن تفهم أنت في سياق أنه يسامحك سامحني إذا بلقت من الذنوب شيء يسامحك ممكن يسامحك إذا كان رحيم أحد من البشر مثلا تعرف أن هذا الإنسان رحيم رحيم فلا يسامحك لكنه يحبك استحالة إلا الله إلا الله الحمد لله الحمد لله فتبحث عن مواطن اللي يحبه الله سبحانه وتعالى فإذا فعلتها واهتممت بها فاعلم أن الله يحبك طيب الشيخ كيف تقنت القرآن بقراءة صحيحة ومتقنة تشوف كان المشايخنا إيش يقوله يقوله تسمع صح يخرج اللفت صح تسمع صح يخرج اللفت صح حقيقة هذه أنا وجدتها في حياتي في المداية كنت أحفظ بعض الصور على بعض القراءة إزاهم الله خير صوتهم جميلة لكن في التجويد لك عليه لك تجده يموت كثير ما عنده توازن في الغنن تمام فتجد أنه هو يعني يوديك يمين يسار لكن أنت مبسوط من التلاوة لكن روحت مثلا بعدين تروح مشايخنا إزاهم الله خير مشايخنا مصاري يعني نصريين الله يحفظهم ويطول في أعمارهم بص يبني بعدين يقول لك هنا هنا يخرج صح فيسمع اللي بيضبط القرآن يعني كلاوة صحيحة يعني أشوف أنا وجهة نظر يسمع لي الشيخ الحصري ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله مخارج وإتقان في الحركات والحركات اللي هي المقادير في الحروف والشيخ المنشاوي أيضا والشيخ الباصل يعني يسمع المجودين طيب طيب نأخذ أسئلة كذا حلو الأسئلة اليوم متنوعة شوية كذا طيب إيش اسموها الحصري الشيخ الحصري المنشاوي يعني من الله يحب المقسطين صحيح طيب يا شيخ إيش علاج جلد الذات إيش علاج جلد الذات أي شيء يزيد عن حده ينقلب ضده هذا عندنا مثل يعني لازم يكون في توازن والذين آتوا أعوذ بالله إن الذين هم من خشة ربهم وشرقون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون عائشة تقول الذين يتصدقون ومعنى كلامها نيتهمون أنفسهم يعني هل قبل مننا أو لا في مرحلة جلد الذات تمام الذي يعينك على العمل جيد لكن ما يؤدي لك إلى الوسوسة الوسوسة يعني مثلا أنا أذكر واحد مثلا في تفسير القرآن يقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعماله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنوا صنعا فيقعد يبكي يقول أنا كيف وكذا تيجي أنت تشوفه هو زائد حلو أنك تتهم نفسك أنك أنت ممكن وقع من شيء من الرياء أو كذا بينك وبين نفسك هذا لكن أنك أنت تزودها زيادة على اللزوم فيؤدي هذا الازدياد من جلد الذات إلى أنك تترك العمل هذا لا هذا أنت وصلت لمرحلة ممكن الإساءة الظن بالله سبحانه وتعالى ممكن تصل لهذه المرحلة هذا يقول أنا أعمل وأعمل وأعمل في الأخير أكون من الأخسرين كيف كذا كيف كذا أنت تجاهد نية تتبع النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الآية نزلت في الكفار تمام فأنت لا ما تأخذ بهذا المحمل تمام تحاول أنك تهذب نفسك وتجتهد وتحسن الضم بالله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن إلينا وأن يغفر لنا وتجاوز عننا طيب نأخذ السؤال ثاني نصيحة للمتدين في حفظ القرآن صفاء المقصد والنية لا تتعب نفسك إذا أنت ما عندك نية طيبة لا تتعب نفسك نصيحة والله نصيحة إذا عندك نية اللي يقال قارئ وكذا انتبه صلى الله عليه السلام العافية وغفر لنا ما تجاوز عنه طيب إيش يعني جلد الذات إنك أنت تتهم نفسك دائما يعني تعطي يعني تقصو على نفسك كثيرا تمام تقصو على نفسك كثيرا طيب متى تنزل آخر حلقتين من أعظم تاريخ إنت من تابع كويس تلاقيها في اليوتيوب نزلتها اليوم الظهر طيب كيف ننصح واحد ما يصلي ونهديها على يدنا طبعا الهداية بادي الله سبحانه وتعالى ويسعى إحنا مجرد أسباب نأدي النصيحة نأدي النصيحة اللي علينا المعلومية أحيانا إحنا نعتقد أنه إحنا لازم نكون إحنا يعني المغيرين لا لا ترى والله ما تدري والله ما تدري ترى إنت يعني الداعية أو الإنسة ترى كنا ندعاها بأشكالنا المختلفة بتقصيرنا كلنا دعاة والله يا جماعة أقولها حقيقة كلنا دعاة اللي نقصر في عبادة اللي نقصر في حجابها اللي نصلي كلنا الصلاة الخمسة نشهد لا إله ومحمد الرسول الله نعترف بأخطائنا وأننا نفعل خطيئة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى ولا نحللها ولا نفت من راسنا ترى إحنا كلنا دعاة كل واحد من مكانه لا تستكثر النصيحة الطيبة التي تلصح فيها الناس أي والله لا تستكثر حاجة حلوة ابتسامة كده تنصح بها الناس من أجمل الأخبار اللي أنا وصلتني قبل يومين أحدهم حفظ القرآن بنصيح نصحته إياها قال لي اليوم ختمتي يا الله والله ما أعرف يا الله يا الله رحت بعيد 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 إن الله يسوق لك خير أنت ما تدهي ما تدهي ترى مو شرط يكون عندك منبر إعلامي ممكن ترى بأخلاقك يعني ممكن ترى بابتسامة بابتسامة بس تفرج عن إنسان هم هم ما أعلم فيه لله سبحانه وتعالى ممكن أنت تشيل هذا تحطه هنا تشيل حاجة تحطه مكان ثاني ترى تغير أشياء كثيرة في حياة الناس يعني فإنسان فإنك دائما حاول أنك أنت تكون داعي لله سبحانه وتعالى لكن دست مغيرا دست عليهم بمسيطر أنت ما يعني ما حتقدر أنك أنت تفعل كل شيء وتغير لعلك باخع نفسك إنك لا تهدي من أحبابت لكن خليك خليك كده دائما مبتسم وانصح بالتي هي أحسن الناس فيهم خير يعني قبل أمس أو أمس كان في في تويتر هاشتاغ على الحجاب يا رجل تسمع أرقام يعني أول مرة أسمع فيها في المساحة اللي يسوها 97 ألف وحدة حاضرة 116 ألف وحدة حاضرة الناس فيهم خير ترى الناس فيهم خير يحتاجوا بس النصيحة الطيبة النصيحة الطيبة بس الله سبحانه وتعالى يهدينا ويهدي المسلمين يعني المعلومية بس أقول لكم قصة يعني أنا أنا تمام عندي أخو أكبر مني طالب علم وحبيب وخلوق جدا أخوي عبد الرحمن ولو فضل علي بعد الله سبحانه وتعالى الله يذكروا بالخير أبو عمرين عنده عمر وعمار وآلاء عمر وعمار جتهم الله يحفظهم قلوا آمين ترى وأنا صغير كنت لعب كورة في النادي كان يحاول فيه عبد الرحمن يحاول أن يلتزم وكذا وهو يعني ما ما يوم من الأيام رحت مسجد سبحان الله سمعت آيات خلاص أنا قلت بتغير فسبحان الله ممكن مو أنت السبب اللي أنت يتغير في الناس ممكن أشياء أخرى تمام ودائما نحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى طيب نأخذ السؤال ثاني كيف برد طريف تعال شوف الحمد لله آه آه مطل والله غرد طبعا أنا من جدة وما عندنا ثياب الملونة هذي احنا القطنية يعني عندي ثوب واحد بس يعني فجيت أول دومت فيه اليوم الثاني جبت ثوبة بيض ندرسين كلهم سلامات فما يعني ما عندنا الاحتياطة لكن دعواتكم من ينقل جدا قولوا أمين أنا حساس هل أقدر أغير هذا الصفة تقدر تغير كل شيء يا أمي كل شيء إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم أنت تقدر حاول ترى هي ممساة هبه على طول عصى موسى تنقلب من حال إلى حال لا لا بالتدريج 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 طيب رمضان الجاي إن شاء الله تتكلم من من الأنبياء بإذن الله سبحانه وتعالى مفاجأة يقول كنت زي الزفت قبل ما أدخل بثك يا شيء الله يضحك سنك يا حسام حبيبي الله يرضى عنك طيب من النبي اللي راح تحكو عنه برمضان ما هقول لك يا عمران ما هقول لك طيب متى ينزل كتاب روحا خلاص على الآونة الأخيرة إن شاء الله قبل رمضان خلاص أنا عقدت العزم عقدت العزم إن شاء الله بإذن الله دائما أكرر نفس الذنب هذا الموضوع نتكلم عنه دائما في الحديث عن النبي ركزوا معايا في الحديث هذا في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا ألم بذنب فقال رب اغفر لي فقال الله سبحانه وتعالى أذنب عبدي ذنب فعليما أن له ربا يأخذ بالذنب فاستغفرني فغفرت له ثم أذنب ذنبا فقال رب اغفر لي فقال الله أذنب عبدي ذنبا فعليما أن له ربا يأخذ بالذنب فغفرت له ثم أذنب ذنبا شوفوا كيف المراودة ما من عبد إلا ولو يراوده الذنب بين الفينة والأخرى ثم أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب فاستغفرني فغفرت له أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له افعل ما بدى لك افعل ما بدى لك كيف ما بدى لك يعني يسوي المعاصي لا 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 أي أنك كل ما راودتك نفسك سيغفر الله لك والتوبة نصوح أن تقلع على الذنب لكن هذه الحديثة عداته يخليك محسن الظنب بالله وخليك تستحي 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 والله تستحي أي رحمة تنتشر في عالمنا برحمة واحدة وتسعة وتسعين رحمة اختزالها الله ليوم القيامة يوه يوم القيامة يا جمع والله أني أقرأ في رحمة الله يوم القيامة تدمع عيني في الروايات أن إبليس من شدة ما يرى أن الله يغفر للناس وللعالمين من شدة ما يرى حتى من عباس يقول لا يغفرنا الله يوم القيامة مغفرة لا تخطر ببال من شدة ما يغفر الله ويرحم يتطاول إبليس برأسه يريد أن تتداركه رحمة الله ونعمة الله سبحانه وتعالى بالرحمة إننا نعبد ربا رحيما وإحنا الرحمة هذه اللي إحنا نتناقلها فيما بيننا أحيانا تدمع عيننا على منظر نشوفه ولا فيديو ولا حالة معينة ولا رحمة إنسان بإنسان آخر تدمع عينك يعني البعض تدمع عينه على أفلامه مسلسلات يعني الدمعة قريبة على قولتهم فبارك يوم القيامة ترى رحمة يرحم بها الله سبحانه وتعالى ناس مقرر عليهم إنهم يدخلوا النار بسبب أعمالهم يأتي الرجل بينه وبين الله سبحانه وتعالى طوام طوام فلان ابن فلان استعد الوقوف بين يدي الله فيخرج وهو اجتهد في الدنيا على أنه يستتر على نفسه أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا عن المعاصي وعين الله تنظرني أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا عن المعاصي وعين الله تنظرني يا زلة كتبات يا حسرة بقيات في العين تحرقني تخيلوا فلان ابن فلان استعد للوقوف بين يدي الله كان في الدنيا هو مغلق على نفسه يفعل الذنب زي كده يعني هو ضميره يقول متى متى تخلص من هذه الذنوب استحم من يعني إن الله ينظر إلي فيقف بين يدي الله ويرى كل أعماله كلها يرها كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وتشوف العالم كله يتغير تبدل الأرض غير الأرض تدك دكا وجاء ربك والملك صفا صفا لا تسمعوا إلا أمسا الكل خاضع الكل ذليل على أرض المحشر حفاها عرام مليارات من الناس الكل يقول نفسي نفسي فتشتد على الناس همومهم وتشتد على الناس تلك الساعات ساعات طويلة جدا ثم تأتي جهنم وجاء يومئذ بجهنم يقول النبي عليه الصلاة والسلام سبعون ألف زمام سبعون ألف حبل على كل زمام من سبعون ألف ملك عليها ملائكة غلاظ غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون شداد تخيل المشهد الإنسان في هذه اللحظات بالله عليك كيف هي حالته في ناس مطمئنين الله يجعلنا منهم قولوا آمين الله يجعلنا منهم قولوا آمين إن الذين سبقت لهم من الحسنى أحسن الله إليهم كانوا هم أصلا محسنين هم كانوا كانوا يذنبون ترى لكن مستحيل مستحيل ما يحدثون بعد الذنب إلا يحدثون توبة وندم واستغفار وبكاء إلا هذول الله سبحانه وتعالى لا 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 الذين يعني تعبوا جاهدوا فينا الله سبحانه وتعالى ما يخضرهم في تلك العرصات إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك أولئك عنها مبعدون ما يشوفوها حتى لا لا ما يسمعوا حسيسها حتى لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون شوف كيف بس هذه الحياة تلك المخاطر الله يجعلنا منهم وفي ناس لا يرونها وكل الناس يمرون على الصلاة منها أبدا وإن منكم إلا واردها ثم هذه المخاوف كلها يبتعد عنها ناس تخير إنك إنت مبتعت وجالس كذا لم تنتهي رحمة الله سبحانه وتعالى في لسه عمل بالله سبحانه وتعالى لذلك ترى لا يقول النبي عليه الصلاة لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن الضم بالله في كل مكان حتى في العرصات أحسن الضم بالله أحسن الضم بالله أحسن الضم بالله وإحسن الضم بالله سبحانه وتعالى أن لا تتوقع من الله إلا كل خير ومن كان محسن الضم بالله سبحانه وتعالى في الدنيا والله الله لا يخذله يوم القيامة من كان من كان يعون نفسه أن الله رحيم وأن الله لطيف ويشتهد في عبادته ويسأله دائما الأمان في الآخرة ويسأله الجنة رغم زلاته إلا أنه والله الله ما يخذله يوم القيامة يعمل في الدنيا من أجل أن الله سبحانه وتعالى يعني تتداركه نعمته يوم القيامة في العرصات ما يخذله الله سبحانه وتعالى الشاهد أبعد ناس وما زال ناس خايفين وفي ناس محسنين الضم أيضا على عرصات ويبدأ الحساب فلان ابن فلان استعد للوقوف بين يدي الله وتروح وترى يقول الله سبحانه وتعالى كل أعمالك يوم يتذكر الإنسان يتذكر الإنسان كل شيء وأنا له الذكرى يشترفع الذكرى الآن يقول يا ليتني تسمعه في العرصات كذا يهمس مع نفسه كذا تلقي يا ليتني يا ليتني من الحسرة يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد شوفوا الآن في ناس كذا استعدوا لذاك اليوم استعدوا استعدوا جهزوا جهازهم لذاك اليوم يناديهم الله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي هذا متى يسمع النداء عندما ينادي استعد الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى فيذهب هذا الإنسان المخطئ يذهب هذا الإنسان اللي هو عارف مقر إنه لو نوقش الحساب لو أن الله قرره على تلك الذكرى التي رأاها في شريط حياة كلها الذنوبة التي فعلها سيهلك سينتهي شوفوا فيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان اللي أقول لكم عنه يصلي الخمسة الصلوات كلها يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي الصلوات الخمسة كلها مات وهو محسن الظن بالله سبحانه وتعالى ومقر بالذنوب التي فعلها واجتهد مرات ومرات 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 على أن يتركها لكنه أتى بصحائف يعني توديني النار فهو خايف لا يناقش الحساب فيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى كان هذا الإنسان مجتهدا في الدنيا على الاستتار ما يطلع يصور لما يسوي الذنب ولا يحدث أحدا يتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام كل أمة معافة إلا المجاهرون يستيقظ في النهار في النهار هذا أيام النبي عليه الصلاة والسلام فيحدث صاحبه بما ألم من الذنب في الليل الآن بصورة ينتشر كل شيء يا الله المجاهرين يا الله نسأل الله العافية فلأنه كان مجتهدا في الستر هو الآن جالس يعني العالمين كلهم موجودين فالله سبحانه وتعالى لأنه رحيم ولطيف وستير سبحانه وتعالى يرخي عليه كنفه حتى ما أحد يشوف أحد يسمعه فيكلم الله سبحانه وتعالى من دون ترجمان عبدي أما فعلت كذا يوم كذا وكذا بلى يا رب فعلت مستسلم خلاص الآن هو أصلا خايف من نقطة مناقشة الحساب فبدأ الحساب الآن فعلم أنه سيدخل النار عبدي أما فعلت كذا يوم كذا بلى يا رب عبدي أما ما جعلتني أهول الناظرين إليك يوم كذا وكذا بلى يا رب عبدي أما خرجت إلى المكان الفلاني وذهبت واستخفيت من الناس ولم تستخفي مني بلى يا رب عبدي 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 هنا أغلب الشيء الذي تفكر فيه الآن أوزار 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 الذرة تأتي وإن تك مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبي يعني كل شيء محاسب عليه فعلت كذا بلى يا رب بلى يا رب بلى بلى فيقرر فيقر العبد أنه سيدخل النار ثم يقول له الله سبحانه وتعالى عبدي سترتها عنك في الدنيا وها أنا أغفرها لك يوم القيامة أي رحمة هذه أي رحمة هذه شوف سترتها عنك تفضل عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك يوم القيامة العبد ممصدق ممصدق ويؤتى كتابه بيمينه من الفرحة يخرج للناس ينادي هي لك 43. وكبه أني رحمة ينادي أروح أقول يا رب سامحني لا تؤخذني يوم القيامة يا رب سامحني اغفر لي يا رب يا رب هذا ما يدل على أنك موقم يوم القيامة ولا في ناس سر بشرية يفعلون ذات الذنب ولا يهمهم بل بعضهم يستحلونه لكنه عندما قرر أن الذنب ذنب رغم فعله له لكنه يا رب سامحني جاهد يا رب جاهد سويت ويأتي إلى الله مثخم الجراح فيستقبله الله ويحسن له الوفادة يقول له سترتها عنك في الدنيا وها أنا أغفرها لك يوم القيامة فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دكولوا واشربوا هني بما أسلمتم في الأيام الخالية الله يجعلنا منه الله يجعلنا من الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا سابق عذاب قولوا آمين هذه المرحلة هذه المرحلة تخيل يا مذنب تمام أن في ناس أفضل من هؤلاء الأفضل منهم هم الذين يتوبون لله سبحانه وتعالى توبة نصوحة هذول طبعا تعبوا لا تعتقد أنهم في يوم قرار كذا أبيض واسود تعبوا ترى تعبوا جاهدوا أنفسهم كثير جلسوا مع أنفسهم كثير في لحظات الخفاء إيش أسبابها هذا الذنب يقطعوا هنا ويقطعوا هنا ويقطعوا هنا والله يا جماعة والله والله استوقفني منظر أنا يعني ممكن ما توفقني على الفعل هذا نحكين إيش كان يشعر هذا الآدم إيش كان يشعر هذا الآدم بالله عليكم بالله عليكم إيش كان يشعر في البر شفت سيارة كذا يعني جالس أنا الحالي يعني شوية سيارة كذا طالب جامعي نزل لابتوب تمام أول شيء ولع نار جاب القاز كذا ولع نار تمام بعد ما مولع النار يعني قلت هذا بجلس جنبا يعني كذا أنا قاعد أطول فيه يعني استنى أنا يعني استنى الجلسة حقتنا وكذا وأطول فيه إلا شوي مطلع لابتوب من السيارة من الشنطة اللي وراء مطلع لابتوب وحطه في النار أنا رحت قلت بالي سلامات يعني مبلغ ثلاث ألاف ألفين وخمسمية ثلاث ألف وخمسمية والآدم يبكي اقترت منه سألته طول فيه كذا قال كلمة قطعتني تتفق مع فعله ولا لا يمكن عندك طرق ثانية يقول هذا اللي بعدني عن الله سبحانه الله بس أبغاك تتخيل إنه هو يعني كان يتفرج مقاطع من هذا اللابتوب وكذا يقول هذا اللي بعدني عن الله أبغى أوري الله إني أبسوي كل شي عشانه تتفق معاه على الفعل تقول لي بيها اللابتوب ولا شي في النهاية هو تحرك من قهر من حالة يرثى لها يقول هذا اللي بعدني أنا أبغى أوري الله قدي إيش أحبه وإنه ما في شي يمنعني عنه دائما خلي بينكم إن الله مواقف مواقف لا تستسلم مرة لا تستسلم أخو السؤال ذالي الله يثبتنا ويثبته يعني أنا أشوف أنه هذول أبطال يعني هذول قريبين من الله جدا رغم المعاصي وعندما يعصي هو لا يعصي استخفافا بهيبة الله سبحانه وتعالى إنما يعني يعني أخذته يعني خلاص هموم الدنيا وابتلاءاتها شهواتها طيب ناخذ سؤال ثاني طيب يا جماع ناخذ أسئلة في نفس هذه العناوين يعني حتى لا نخرج عن الإطار هذا الإطار اللي هو الحديث عن يعني بالقرآن يقول أداوم على الصلاة الصبح يعني صلاة الفجر تكسد يعني خلونا نكون واقعين يعني يعني دائما نحن نحط أعدار لأنفسنا وهي ما هي أعدار النوم عن صلاة الفجر أنت لو عندك رحلة في المطار الساعة أربع الفجر والله تقوم لهم الساعة وحدة وانت زي المفجوع والله إن الصلاة أهم والله والله إن الصلاة أهم الوظيفة العمل تحداك تحداك لو تأخرت إيش سنلك في الدواء شيء الهم لكن الصلاة شيء إحنا نبعدينه شوي عن أولوياتنا ذلك إحنا متأخرين ترى نبي عليه الصلاة والسلام يقوله ما زال الرجل يؤخر الصلاة حتى يؤخره الله فإذا إنت تأخرت في حياتك في تفاصيل حياتك بعض الأشياء كده شوف صلاتك طيب كتب تنصح بها لتعزيز حب الله قلت لك ما حتلاقي مثل القرآن ما حتلاقي مثل القرآن كلامه كلام كلام يا أخي تخيل أنك تقرأ رسالة من تحب وكلام من تحب ووحي من تحب الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض تخيل هذا تخيل هذا الكلام ولا يقول لك ترى الله رحيم والله لطيف والله هتأخذ بكلامي لكنه في النهاية ينتهي إلى حدود التأثير البسيط اللحظي لكن لما تسمع ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم من خلق كأنه يقول لك ألا أعلم حالك ألا أعلم ما يمر بك من أنين وضعف أعلم وأنا اللطيف الخبير بالله عليك كيف ما يزيد حبك لله سبحانه وتعالى كيف كيف بالله كيف القرآن القرآن إن أردت الزيادة ابحث بعمق في القرآن ابحث بعمق في القرآن اقرأ التفسير الصحيح تفسير إمام السعدي رحمة الله عليه اقرأ تفسير الميسر تعرف على كلامي لله سبحانه وتعالى أعرف الناس بالله أكثرهم طمأنينة سكينة راحة انشراحا توفيقا بركة أعرف الناس بالله هل قد جاءك مرض روحي سؤال صعب ما أجاوب عليه في هذه الأمور يا جماعة الأمراض الروحية هي تقع للناس كلها تقع للناس كلها لكن أنا نصيحتي دائما نصيحتي دائما تمام بل أن السحر وقع للنبي عليه الصلاة والسلام يعني ما فيها كلام تمام أفضل البشر صلى الله عليه وسلم لذلك لما يقع المرض الروحي لا يعني ضعف إيمانها ركزوا جماعة اللي هو يقول لك يعني لا يا حبيبي لا مسألة أعمق من كده نسأل الله يكفينا كل ذي عين وكل ذي حسد وكل ذي شر وكل ذي سحر يا رب العالمين البقرة صورة البقرة صورة البقرة عليكم بالبقرة يوميا أي واحد مريض يجي واحد يقول لي طب هذه بدعة يا حبيبي يا حبيبي ممكن تركز معايا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة السحرة أي السحرة إنسان مريض بسحر أو عين ويسمع توجيه النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يقرأها يوميا هل في ذلك حرج ما في حرج واحد بتحصن فيها يوميا بيقرأها وعنده ورد إيش المشكلة ما في شي أنا أقول لكم اقرأوا البقرة يوميا يوميا والله تجدون بركة ونصيحتي اقرأوها في بيتكم في البيوت في البيوت جميع لك تشغلها لكن إنت تقرأها أنا أحيانا أدور في البيت أقرأها أدور في البيت أروح غرفة بزورتي غرفة النوم عندي المكتب الصالة أقرأها كذا لازم ألف ليش تجد البركة في البيت طيب إيه والله يلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذفر طيب صح في هذا الزمالة والطفل ما يقرأ يقدر يحفظ بالسمع هذا تشوفون أناشيت يسمعوها من طيور الجنة وكذا يا رجل أحيانا تستوقفني كذا ولدي رواف صغير عمره سنتين يردد بعض الأناشيت كذا يعني هذا لو أسمعناه القرآن كثيرا تجدوا يردد القرآن فقضية لحدي استصعب شيء على الصغار يعني طيب شوف فيش الأسئلة بأي كتب يبدأ المبتدئ بالدين طبعا يبدأ بالقرآن وتفسير القرآن وثم يقرأ في توحيد الله سبحانه وتعالى كتب التوحيد الصحيحة ومثلا كتاب الأصولة الثلاثة مثلا يقرأه يتفكر فيه يعني يقرأ وبيت سماع كتاب التوحيد الإمام حمد بن عبدالوهاب يقرأ في هذه الأمور اللي فيها يعني بث للعقيدة الصحيحة ومع الجانب الآخر الأصل المعينة الأول الذي يأتي منه كل شيء القرآن فيقرأ تفسيره يتدبره في القرآن يعني هو علم كتاب علمي وهو أيضا كتاب يعني يبث الروح الله سلمان روحا معنى اسم رواف ثم يعني يعني لازم إيمان وعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام طيب معنى اسم رواف من الرؤف يعني رؤوف كثيرا يعني طيب جوابنا جوابنا عن هذا السؤال كيف أعرف أنه ربي راضي عني كيف أعود عن نفسي على كثرة الذكر هذا توفيق تسأل الله الإعانة ومي يوم ما تصح تحط نفسك برنامج تحود أنه اليوم وردي مثلا ثلاثة ألاف مرة استغفر بكرة ألفين مرة قل لا إله إلا الله بكرة كذا يعني عود نفسك على أنه عندك أنت برنامج يومي فتجد نفسك أنه إنسانك ينطلق بعد فترة بعد فترة تجد إنسانك حتى ينتجالف مع الناس سبحان الله والحمد لله والحمد لله والحمد لله سبحان الله تمام كيف ما أهتم بكلام الناس لما تعرف أنه كلام الناس يعني هو محدود على نظرتهمهم وأن الله سبحانه وتعالى يقبلك على علاتك وعلى صدقك وعلى طبيعتك الناس تهجرني لعيب واحد والله يقبلني على علاتي فإنت لما تحط هذه الفرضية عندك هتفهم أنه كلام الناس هذا ما يأثر عليك ما يأثر يأثر لكن يعني أقول ما يأثر عليك أي في قراراتك لازم يكون كده لكن يأثر يأثر غصبا عنك عفو يأثر غصبا عنك أحد يسوي لنفسه أنه ما يتأثر من كلام الناس لا السؤال خطأ لكن يقول كيف ما يأثر كلام الناس على النتائج عندي على القرارات أي وهنا أنت لازم تبدأ تروح للقرآن فلا يحزنك قولهم نهى الله عن الحزن إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون بس مجرد أن الله يعطيك أنه عليم بنواياهم وأسرارهم وعلى نيتهم تتلتاح فما يهمك ما يهمك النتائج عند الله سبحانه وتعالى لكن تحزن تحزن ربما تحزن لقد نعلم أنه يحزنك الذي يقولون هذا النبي عليه الصلاة والسلام أنقى قلب طيب يوميا سوي بث يا شيخ والله العظيم أبرك السعاد لكن بضاعة مزجاه يعني ما عندي علم كثير وأنا أقولها حقيقة لكني حاول وصل لكم رسالة القرآن أن القرآن في كل شيء ترى أنا زيكم من علي الله بحفظ القرآن الحمد لله وبدأت يعني أقرأ والتزم مع المشايخ وكذا الحمد لله فهذا دين علي علي أنه أنا الشيء اثناء تدبر القرآن وتأمل القرآن والله ما تركت والله تعالجت مشاكل كثير عندهم إي والله إي والله فلذلك هذه رسالتي رسالتي في الحياة لا أنا أموت يا رب ثبتنا يا رب اللهم لا تجعلنا نبدلها أنه أن أقول لكم أن القرآن روح روح لك لحياتك لتفاصيل حياتك لمشكلتك لأزمتك للحظتك الخانقة القرآن القرآن الله يجعلنا يا رب نتدبر أسراره يا رب ذكرنا منهما نسينا علمنا منهما جهلنا ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النار تكلم يا شيخ عن عقوق الآباء للأبناء يقع الظلم ووقفت على كثير من القصص يصل بالأم والأب يعني الظلم الصريح على أبنائهم يعني تهتم الأم بحياتها الشخصية أو أنت عندها فكرة مغلوطة عن بعض أبنائها فتظلمهم أو الأب مداري أو أنه هو صاحب مصلحة أو أنه هذه من الابتلاءات اللي يمر بها الإنسان ها هذه من الابتلاءات اللي ممكن تدخل بها الجنة أنت يا من ابتلي بهؤلاء الأبا إيه والله هذه من الابتلاءات بوابة من بوابة الجنة ترى اسمع أقول لك شيء ها عشان عشان بس تفهم حاجة ترى أعظم البر مو أنك تلاقي أب كده صاحبك وتروح معاه وتبتسم وها وتجي وتروح وكده ولا أم تروح معاها وتتعشي معاها وتخويك وتصاحبك وأسرارك عندها وأسرارها عندك مو هذا أعظم البر هذا بر ترى هذا حلو شيء حلو تمام أعظم البر أن تواجه الإساءة بالإحسان أن تواجه الإساءة بالإحسان أنا ما أستطيع أن أغير الأباء أنا كنا أقول لك حاجة أنت ترى برك بهم هذول المسيئين لك بسبب أو بآخر ترى لله منهم هم أصلا أنت تتمنى أنه يكون أب تشوف يعني مثلا تروحي للجامعة وتشوفي صاحبتك تتكلم تقول والله رحت مع ماما المطعم ورحت السوق وأمك أنت ما هي ما يعطيتك وجه وأنت أبوك لا يصرف عليك ولا يعطيك وتشوف أبو صاحبك رايح مع الملعب ورايح مع العشاء ورايح ونصور معاه في السناب وكذا ترى هذه حياة حلوة لكن أنت في أعظم البر لمن يكون أبوك ما يبغاك وتبر فيه وتكون للأم ضمتك وانت تبر فيها وترى ما تبر فيهم عشان الله عشان أنفسهم نفسك أن يكون عندك علاقة عاطفية هذا الشيء الصعب اللي هنا نحن نحس فيه لكن لما تنقل هذه اللحظات العاطفية وترفع هذه المشاعر إلى السماء السابعة أنه يا رب أنت تعلم حالي خلاص انتهينا أذكر واحد أبوه رجل كبير في السن تمام كبير في السن ركزوا معايا كبير في السن هذا الابن رجل مفاضل محترم يترك دوامه عشان أبوه تخيلوا هو يجور أبوه في العربي أبوه قدام الناس الله يأخذك يا عاق يا كذاب يا نذل 24 ساعة يعطيه من الكلام اللي أنا يعني الولد هذا الرجل رجل تحطه على الجرح مبري رجل رجل ولا يتكلم الابن هذا الابن ما يتكلم أبدا يقول الابن هذا يقول أخواني برها المنطقة لا جاء أبوي يرحب فيهم يا هلا ولا سووا شيء من اللي أسوي أنا الأبوي لا عاطفة ولا وكفة معاه في المسجد وكذا 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 عفوان ويسب فيه قدام أخوانه هذا هذا الخسيس هذا اللي ما يستحي هذا هذا اللي ينسوي نفسه هذا العاق هذا الله يأخذك ويدعي عليه إلى النهار الولد لما يجي المسجد رجل كبير يعني عمره في الأربعين خمسة وثلاثين يعني لما يجي المسجد منتهي منهار فيجي يسأل يقول يا شيخ يا شيخ هل دعواته مستجاوة هل يعني أنا بحس أنه أبويا بس راضي عني كده يقول بهذا أنا أعرف يا شيخ أنه الله سبحانه وتعالى يقول رضا يعني النبي صلى الله عليه يقول رضا الوالدين من رضا يعني في الأثر كده هذا الكلام رضا الوالدين من رضا الله سبحانه وتعالى صحيح صحيح طب أبويا أنا أدخل الجنة هذه كلمات وشوف وتيجي صلاة العشاء الولد منهار 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 خلاص سنين هو كده بس رسل لمرحلة خلاصة يعني خلالي نقول مرحلة الوحش الخيرة هذه خلاص كسر نهار وتقرأ هذه الآيات وشوفوا كيف القرآن يعالج شوفوا كيف القرآن كانوا يتنزل عليه تلك اللحظات وقضى ربك ألا تعبدوا هذه في صلاة العشاء ننسيت الصلاة بس في الصلاة يعني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا تخيلوا نفسية هذا الرجال كيف الله يؤمره بالوالدين إحسانا فيزداد إنه أنا قاعد أحسن وقاعد ألاقي إساءة فأنا ملي محسن يجيل الوسوس هذا الوسوس هذا يجيل الوسوس هذه يعني إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ولا تنهرهما ما أقدر وقل لهما قولا كريما شوف ويبكي واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة شوف الآية اللي بعدها هي اللي حركت كأنها رسالة من الله إيش الآية بعد وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة شوف الآن ربكم أعلم بما في نفوسكم ربكم أعلم بما في نفوسكم ربكم أعلم بما في نفوسكم يا من وجد آباء عقين بهم يظلمون هم يبعدون هم لا يريدون هم بر هؤلاء وتذكر هذه الآية ربكم أعلم بما في نفوسكم وإذا كان الرب سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسه ماذا أريد بعدها ماذا أريد بمجرد الشعورية أن الله يعلم ما في نفسي من حبي لبرهما من أجله سبحانه وتعالى يكفيني وإن قسوا علي وإن أبعدوني وإن ظلموني ربكم أعلم بما في نفوسكم هذا نفس الرجل جاء وتكلم مع الشيخ قال له ترى تدري شيء يريحني ما يحتاج تجاوبني يا شيخ ربكم أعلم بما في نفسكم مدام الله عالم مش في نفسي الحمد لله ما أحتاج أنا أصلا أبو يقول لي أنت ولا يدعي لي أنا ما أحتاج أنت دعالي خير وبركة ما دعالي ربي يعلم أنا ليش فأ لأن في ناس يبرون بأبائهم رياء أن ترى يظهر القرآن فيه قول ربكم أعلم بما في نفسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا يا الله ما أجمل القرآن شفاء دواء لكل داء وجواب لكل سؤال طيب خلونا ناخد سؤال ثاني يا الله حياكم الله يا أهلا ومرحبا يا أهلا ومرحبا يا أهلا ومرحبا كيف يكون البر بعد وفاة الوالد وكيف أعرف أنه راضي عني بعد وفاة الوالد إنك تصل أصحابه وتتعاهدهم وأهم شي تتصدق عنه وتدعو له وولد صالح يدعو له تمام صلى الله سبحانه وتعالى يبرك في أبيك بعد موته يا رب ترى هو أعظم البر بعد الموت ترى ترى شوفوا بقول لكم شي والله يا جماعة والله 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 البار يعني شوفوا الله رزقنا بر آبانا أمهاتا نقول آمين نحن مقصرون والله والله مقصرين كثير كثير مرة تمام جدا نفسنا يعني إلى أولئك الذين لا يجدون ديك المحلو ويدلس معك صح والله أنك في خير والله أنك في خير والله أنك في خير والله أنك أنت أحسن مننا كلنا يمكن إن خلاص النية لله سبحانه وتعالى حديثي الآن ليس لك أنت خلاص مع الله سبحانه وتعالى يعني أنت دعيننا معك بس أنا أتكلم عن أولئك الأباء المقصطين الذين يبرون في أبنائهم والله إنا مقصرين اللهم يا رب نسألك في هذه الساعة أن تحسن إليهم كما أحسن إلينا اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تتجاوز عنهم كما تجاوز عننا اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تحنن قلوب أولئك الأباء على أبنائهم يا رب سألك يا الله يا كريم اللهم حنن قلوب الأبناء على الأباء وحنن قلوب الأباء على الأبناء يا رب العالمين والله إنا مقصرون يا رب كما تجاوزوا عنا يا رب العالمين أعظم البر بعد الموت وحدثني عن أولئك الباري تجي تشوف واحد والله تتعجب من بر أبوه يعني وأمه ما من صدقة يتصدق بها إلا يشرك أباها وأمه فيها الله يلزقني يا رب هذا الهم وهذا العمل يا رب العالمين طيب إش رأيك يا شيخ اللي يفني حياته بالتعاليم والدين والبعض يقول ما فيه مستقبل وعمل فرص الله ما يضيع هذا اللي يفني عمره بتعليم الناس وكذا ما يضيع الله كلمة للأباء اللي بكرهوا أولادهم بعد حدوث الطلاق ليش شوفوا أنا أجعل أقول يعني ترى مجتمعاتنا الحمد لله مجتمعاتنا مجتمعات محافظة والأصل فيها الإحسان بين الأباء والأبناء في حالات أخرى فيها يكون جهل واستباق لبعض الأمور وبعض التفكير الجاهلي أن البنت اللي اطلقت وأصبحت غير جيدة أو أنها هذه الأمور يسأل الله فيها الإنسان الإعانة وأن الله سبحانه وتعالى يربط على قلبه وأنه يشد عليه بالصبر يا رب العالمين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرجهم كل مهمون طيب ادعي الأمي بالمغفرة توفيت من ثلاثة أشهر وكانت سمعتك وتدعي معاك يا رب نسألك في هذه الساعة أن ترحمها رحمة واسعة اللهم ارحمها رحمة واسعة اللهم بيحب الأسماء إليك اللهم بيحب الأسماء إليك وأسرعها إجابة لديك نسألك أن ترحمها رحمة واسعة اللهم أنزل عليها شعابي بالرحمات اللهم اجتمعنا في هذا المكان على ذكرك وكانت تؤمن معنا وتسمع حديثنا اللهم إننا نسألك أن تنزل عليها رحمة من عندك ترحم بها حالة يا رب اللهم بقلها من ضيق اللحود ومرات عدود إلى جناتك جنات الخلود يا رب يا رب سأل الله يرحمها رحمة واسعة أشهد حاجة على الإنسان أنا بالنسبة لي يعني المواقف اللي أتكلم في البث يجيني واحد يقول لي أخوي كان يسمعك وتوفي أمي كانت يسمعك وتوفيت أنا هنا خلاص صحيح لي إنساء الله سبحانه وتعالى يجمعنا في الجنة شيخ بندنا حلقتين من أعظم تاريخ إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله يا رب بإذن الله قريبا بس كذا أفرغ من بعض الأمور طيب كيف الشخص تجنب الرياء السؤال تكرر على قول السائل يعني يا جماعة مسألة الرياء مسألة شائكة يعني مسألة شائكة لكن يعني حاجة ما في أجمل من العلم يدار به الجهل ويدفع به الجهل العلم العلم بالله سبحانه وتعالى وبشرعه كلما تعلمت كلما عرفت مواطن الخلل والمواطن ومداخل الشيطان عليك تمام في كتاب جميل اسمه تلبيس إبليس تمام في الكتاب يذكر أن من تلبيس إبليس على الإنسان قضية الرياء كيف يدخل له من هذه المداخل أنه أنت ما تنفع أنت ما در إيه شوف أنت قاعد تكرر عليك أنت قاعد تسوي شيء هذا يعني قدام الناس وكذا عليك هو يحط علاج طبعا عليك بالنية الأولى أنت دحين مثلا أنا أجي بقرة مثلا أطيقكم مثال يعني أنا أحب دائما أنما أجي في السير مثلا أمشي أحب أن درسوة البقرة هناك يعني أحب كده خلاص أمشي من بداية ألف لام ميم إلى القوم الكافرين خلاص تقريبا 24 دقيقة إذا كانت التلاوة على هدوء شوية سريعة شوية 24 دقيقة 24 دقيقة إلى نصف ساعة خلاص أنا كده أديت برنامجي كامل صح؟ أنا نية إيش البداية إني أدارك إني أقرأ صوت البقر البقرة اللي هي برنامج يومي عندي تمام أقوم أحط الجوال على السير وأنا في النادي وأفتح وأنا أطلش يعني أراجع وردي أعوذ بالله من الشيطان النية الأولى إيش أراجع وردي استكتر من الحسنات النية خير شوية جاء واحد يقف جنبي ما شاء الله الله يبارك يا أخي الله يوفدك يا أخي والله ناس يحطوا يسمع أغاني وأنت ما شاء الله كل يوم في البقرة أنا أجي أشوفك كل يوم ده حانا ما يشأ سوي أنا هذا برنامجي أنا أتعود عليه من المرحلة الأولى نحن مثلا لو هم جامع دحني قد أطولهم لا استغفر الله أنا الآن عظمت أكثر من تعظيمي لله سبحانه وتعالى وإني قاعد أتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا العمل كمام فما أترك زاكر الله خير زاكر الله خير وقول في نفسي اللهم إني أعوذ بك أنا أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك مما لا أعلم وأمشي فردي فكلامه لا يهمني أصلا سواء مدح أثنى طيرني فوق السماء نزلني تحت ذم يصل بك هذا يعني بأنك تعود إلى النقطة الأولى النية الأولى وكثرة سؤال الله الإخلاص إلى أنه يتصل بك المرحلة أنه المادح والذام واحد سواء فما يهمك فهمت فأنت دائما حط بطن نفسك دائما أنه في مسألة الرياء عليك بالنية الأولى وجاهد ما دونها جاهد ما دونها فلا تترك العمل خوفا من الرياء لا تترك لا تترك والله يريد الشيطان هذا الأمر طيب ناخد السؤال الثاني الأسئلة العقدية في الوسواس جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام عشان شوفوا ترى أحيانا في بعض الأمور الكبيرة لنعيشها ترى حلولها بسيطة تمام مثل هذا الرياء ترى مشكلة كبيرة يعالي منها كثير من الناس انت بس لما تجي تنطلق من النية الأولى وتحترز أنه يكون ما فيها مواقع رياء يعني مثلا تخيلوا تخيلوا يعني واحد يقول لي عليه بالنية الأولى بس يروح مثلا مثلا يروح النادي تمام النادي الناس زحمة وكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اي شفي يا بويا فهمت يعني حبكت لا في مواطن انت واضح فيها انك انت مدل يش تبغى يعني لا انها دعوة ولا انها تراجع وردك بتسمع الناس صوتك ولا انك انت يش بتسوي انك انت لا لا في مواطن انت تشتري بها لكن بينك وبين نفسك سويت عمل جاء واحد دخل عليك ما لك صراح فيه لو أثنى عليك للنهار فانت عليك مثلا مسألة الرياء هذه تمام مسألة الرياء هذه انك تأتي تأتي بالنية الاولى تمام ثم تفتعد عن مواطن الرياء قبل البدء يعني مثلا مثلا اهلي كلهم مجتمعين في الصادة اهلي كلهم مجتمعين في الصادة في غرفة ثانية توضيت الله في الصادة يا راجل ما في اي مانع يمنعك انك انت تدخل في مسألة الخفاء تخش غرفة وكذا يحبون ان يخفون العمل كانوا ان الله يحب العبد التقية النقية الخفية ما حبقت الا في الصادة زي قصة طريفة يقول لك واحد ما قول لكم قصة واحد شاف انه الدرس والطلاب الطلاب قاعدين عند الشيخ حقهم فذكرتني موقف والله يغفر لنا احنا صغار اول الله يغفر لي الله يغفر لي استغفر الله مغفر لنا ما قول لكم موقف طريب حصل لي انا وانا صغير في الثانوية اول ما تزمت ثانية ثانوية فغير يعني ثانية ثانوية كده عبغى اصير امام لما اروح اروح الاذان اقول في نفسي اوو الامام ما يجي الله يغفر لنا يا رب الله يغفر له طبعا هذا تصنفوه رياء تصنفوه لا مهو رياء هو يعني حاجة يحبها الانسان موازكي نفسي ولينا لله النية لك الله فيها لكن اقصد انه اول شيء السن تمام والشيء الثاني السن هذا يحتاج إلى التحفيز تمام الشيء الثالث تمام يعني ما في كان فيه توجيه يعني واحد يوجيهني يقولي لا اهتم أول شيء بأعمال القلوب انتبه ترى وكذا ورغبة الانطلاق يعني بدون توازن أول ما يخش أصل يقول لا إله إلا الله أنا ثاني ثانوي من يوم ما يفك الباب الإمام الله يخفر لنا الله يخفر لنا المهم نحن فين رحنا احنا أيو هذا العدمي عند يعني شاف الطلاب جالسين يكتبوا كذا طلبت علم الشيخهم جالس على الكرسي ويشرح لهم وقال أهل العن في مسألة الزكاة أنها تجيب كذا وتجيب في كذا وتجيب كذا وأن الصدقة وهذا شايفهم كذا خاشعين قامش قرب من عندهم قرب من عندهم قرب من عندهم تمام المسجد كبير ما حبكت إلا عندهم قال الله أكبر واضحة ما يبغل هات تقول لي عليك بالنية الأولى النية الأولى فاسد أنا ما لي صراحة أنا ما تكلم عن نيته بس أنت دحين في أشياء من ألقى نفسه في الشبهات فليتحمل سوء الظن به الله أكبر طيب فالشياء قاعد يدرسه كذا والرجل أعود داخل مخلص يعني حتى لفت نظر الطلاب حتى يعني هم صاروا لتفتوا كذا وصاروا يا أخي يقول شوف كيف صلاتنا وكيف صلاته يا أخي يا الأدمي هذا خاشع الأدمي هو واحد قال واحد من طلاب العلم قال يا أخي يذكرني بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام شوف ركوع وسجود ونفس لما رفع من الركوع هذا نفسه خلاص وسط المرحلة مرحلة الوحش مرحلة مرياء ختم الرياء لما رفع من الركوع سمع ذاك يقوله يذكرنا بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام قام هذا دي صلي قاله ترى صايم الله يعني قاله سيف أنا أصلي وصايم كمان الله أصلي المهم ما علينا فالأصل في الإنسان إنه هو يخفي العمل ثم يعني اجتهد في مسألة يدافع هذه النواة لو لو مثلا مثلا ناخذ الصورة هذه الصورة اللي حصلت مثلا دحين هو صلى وجه طلبة العلم وجنبه يترك الصلاة ما يترك الصلاة نية الأولى إنه نصلي هو لكن هو رحمة كان بعيد عنهم تمام دائما دائما حط النية الأولى هي المرتكز ثم جاهد ما دونها واسأل الله صفاء المقصد في البداية اسأل الصفاء المقصد في البداية من الله سبحانه وتعالى طيب بعدين قال الأخ أو الأخت قالت إيش إنه تعاني في الأسواس من العقيدة قلت لكم مسألة الرياء إنه هذا كيف حلها عني يلقو طيب العقيدة هذه أسئلة الشك اللي تدور عن كثير من الشباب اللي هي مفاتيح للإلحاد أحيانا بتكون أسئلة الشك من ما الذي حصل وكيف كان وكيف وكيف شكل واحد من الصحابة جال النبي عليه الصلاة قال يا رسول الله إن في أنفسنا أمورا لو بحنا بها لكفرنا كفرنا نفس الشيطان اللي يحصل لنا صح يجينا الشيطان أحيانا كده في لحظة في لحظة من تداري كده ويديك سؤال سؤال شكي تحس إنك انت وصلت لمرحلة صخط الله قريب منك انت لو استسلمت لهذه الفكرة تعرف أفكار ثانية أفكار ثانية أفكار ثانية أفكار ثانية والله ما تلقى نفسك إلا أنت في عالم آخر طيب إيش الحل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أو ذاك؟ قالوا ذاك؟ قالوا نعم يا رسول الله قال ذلك صريح الإيمان ترى أنت في حالة إيمانية كبيرة فحاول الشيطان إن زعزعك من الجذور ذلك صريح الإيمان قال ما العمل يا رسول الله؟ قال أبد معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام استعذ بالله ولا تلتفت كلمة ولا تلتفت كثير مننا مر بوساوس ووساوس يعني أنا مريت بوساوس تمام؟ أحيانا في الوضوء وكده أكثر فيه تعلمته التجاهل ولا التفت صعب في البداية صعب بس صدقني يقل لي يقل لي لين تتشافى بإذن الله سبحانه وتعالى تتشافى تماما واحد يعني الشياب عندناهم هالفترة سليمة ترى الشيطان معدوب الوسواس الخناص صح؟ الوسواس هو أصلا من وسوس وكذوب فهم يقول لك لا ما صليت ركعتين صليت ثلاثة لا لا أنت ما توضيت زناس راجع نفسك ما وصلت مرفق ديك 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 ولا أحيانا الله يكرمكم أثناء التبول وكذا نزلت قطرة لا 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 أنت فيك نجاسة أنت في الحديث الذي قال عنهم عليه الصلاة والسلام وما يعذبان في كبير أحدهما لا يتنزه من البول لا لا تلاقيك ترجع الحمام ستين مرة ستجد أنه في حلول كثيرة ولا يلتفت أنت طمنت خلاص وصلت أمورك طيبة توضيت زناس ولا تلتفت وما يحاسبك الله بعد كده أبد أي والله لأنه هو يحاول يوصلك هذه المرحلة واحد من الشياب كان يصلي السنة يصلي السنة في الصفة لو قد يتكلموا ففي واحد من الشباب قاعد يطول في الشايب وقدامه صاحب وكذا يتكلم معه والشاب هناك يصلي فيتكلم يطول في الشايب الشايب رفع من الركوع في الركعة الثانية للسنة شوية سوى زي كده الشايب حبتين سوى كده ورجع الولد يطول شو ذا إيش سوى كده ليه يسوى يقوله الشايب سلم وقام ورح يقول لحقت وراه قلت له يا عام لو سمحت قال له هلا يا ولدي قال له ما عليش استوقفني شي سويته أنت في الصلاة في الركعة الثانية قال له إيش قال شفتك لما رفعت من الركوع سويت زي كده اثنين حبتين في شي يا والد قال لابد والله ما في شي شايد كبير بس جان إبليس يقوله ناقص راقة قلت له جيب لي شاهدين والله إنه صادق مع الحركة في الصلاة تبطل الصلاة لكنه صادق صادق لا تلتفت جيب شاهدين كذوب الشيطان كذوب تروح تصدقه لا لا تسويها واحد يقول روح يسويها صلاتك باطلة ذكرتني مرة في مسجد الشيخ هاني الرفاعي هذا بداية الالتزام ترى اللفظ في الصلاة قد يبطل الصلاة أي لفظ زائد أي لفظ زائد قد يبطل الصلاة تمام الصلاة الفريضة أو صلاة النفذ أحيانا تمام اللفظ الزائد عن الصلاة أتذكر أنا في في الصلاة الجو كلنا خاشعين والشيخ هاني زال الله خير يعني المأموم ولا الضالين آمين فيوصتوا للقرآن ما يتكلم كلمة وحدة بعض أهل العلم الكلمة الوحدة ترطل الصلاة فالشيخ كان يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإلهما الله ويرفع صوته أهلهم مع الله وتسمع المسجد لا إله إلا الله هو خلاص أنت أصلا دخلت جوي مع الآيات وصحيح بس ما تتلفظ فهو يعني أنتوا فهمين إيش أقصد تقول لا إله إلا الله قد يطبط صلاتك فالحركة هذه ما يصير تمام يعني الأقصد ما يصير سوي زيد أي حركة أو أي لفظ فأنا أتعجب يعني الخشوع وصل لمرحلة أنه أنك تتزود لفظ ما يجوز لازم أنك أنك تكون يعني أنا قدر المسؤولية لا أذكر واحد بالعيال والله يا أخوان في صلاة الظهر تعبانين في الدوام تعبانين 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 أول مرة في حياتي أصلا لذور سبع رقعات الرجال وف 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 سريع بعدين ويا لدرجة اللي جنبي لما جلسنا رفع رفع في السادسة السادسة مو الخامسة السادسة رفع في الخامسة السادسة وزيك كده اللي جنبي فيه فيه السادسة مصر رأي الله يذكره بالخير فأحيانا يعني السرحان والأشياء هذه تحصل في الصلاة يعني لكن ما يزود الإنسان ألفاظ زايدة عن الصلاة طيب سؤال ثاني كلم عن بداية كيف التزمت والله أنا قلت هذه القصة وقلتها في برنامج حيجيكم في رمضان إن شاء الله ما بأحلق الفيلم يعني لكن الحمد لله البداية كانت قرآنية يعني الحمد لله طبعاً رسبت سنة رسبت سنة عشان كنت راجع على القرآن إيه والله الله يسامحه الله يغفر له الأستاذ أقول اسمه الله يذكره بالخير والله أن يمسامحه ومحلله دنيا وآخرة وأقول لكم القصة الحزينة هذه طبعاً أنا كنت ألعب كورة ومن أكره قصدي أحب استغفر الله ما أحب والله يعني أكره حصة مو أكره مادة أكره حصة عندي أسمع إنه عندنا حياء حصة حياء بسبباً ندرس طبعاً لأنه متفاعل اللي قبله والله يا إخوان جيب لنا سمك وجيب لنا تشوفه من هنا الخياشيم ومن هنا كذا ومدرئي تحس تحصة عملية الإحياء تمام تحس إنه الرجل يعني يفهمك بالفعل وتفهم لكن اللي صارت معاه المشكلة الله يذكره بالخير كيف حالكم طيبين وتحصل الموتاسيوم لما يجي حصة ميتة ميتة أنا أحب بل التفكر يعني هذا الإحياء تريد خليك تتفكر يعني من جد والله بس حصة ميتة أنا قلت أول ما انتزمت قلت والله الإحياء هذه أنا أتحدى شاب التحفيظ إذن الله راجع فيها وردي عشان ما يسألني الأستاذ أقول لك إذا أنا أحفظ وأجي التحفيظ في المغرب أجيب مادر ما أجيب نص وجه أجيب وجه كامل إيش عندنا يا عيال عندنا إحياء عمر بن نايمني شيطان نايم بسمنا الرحمن الرحيم أتبعوا ما تطلقوا شو يضعوا أنا من كسو أنا من كارس وأسالي شرح وأتاري الأستاذ أنا على يعني على جهل مني هو يدور مني ليطلع الصوت هذا وأنا والله يا جماعة إنه نيتي طيبة وحس بنفس طبعا ما جوز اللي سويته أنا كل شيء لو وقته بس إنه خلاص شاب صغير يعني يعني بحبائب يعني المهم هو يدور بس لو أسبوعين يدور مين يطلع الصوت طبعا كنا إحنا نلبس أشمغة حط الشماء كذا نطوح حق الفصلنا عندنا حارة أنا مسميها كذا يعني أول ما اتزمت طبعا أصحابي يعرفوا إنه خلاص شغل الهبالات مدريش ما فيه فأنا وراء في الأخير يعني والله الحمد كاتب على جدار طبعا ما كاتب حارة دمدم لا غيبة لا نميمة لا كلام لا أغاني حارة شسمه برة حارة دمدم تمام خلاص اللي يجي عندي هناك كلام فاضي بالهيامة يعني أسوقها يعني لا علم شرعي ولا يحزن بس خلاص يعني حماس المهم فخلاص راجع زي كده خلي حين واحنا العالي راجعلي زي كده بعدين سبحان الله دا وقت تصحيح الواجبات يلا جيبوا الواجبات دفاتركم شوف انت شوف اللي الدفتر ومو كامل يرا خذ دفتر الأول أول واحد الفصل يجيب دفترك وتيجي هو عندنا حصة سادسة من حصة الأولي حصة سادسة حلواجبات الترم كامل بس إنك توري المهم الحض لله وقاعد يصحح كده أتى لي واحد من العيال الله يهدينا يهديه بس لف راسه ذكيدة وقرصني شافني ها يا حمادي أنا قلت أيوة إشبو أنا ما أدري إن هو يدوري له أسبوعين قال لي والله لا أوريك وأنا أوريك كيف الصوت دالي يطلع وهو يحسب أن يطلع صوت عادي يعني أنا قاعد يقرأ قرآن يا جماعة المهم والله ما أخذت بالي يعني أنا كنت ماسك منتخب المدرسة والأمور طيبة والستاذ عمر الله يذكره عمر عبداللطيف كان يشوف أنا مسي عليه بالخيرة واحد يعرف مدرسة عمر والخطاب في جدة رجل حبيب صاحب الوالد ويعني اعتمد علينا كثير قلت له أستاذ عمر ترى الرجال حطني في باله وقال لي ولا عليك منه خويا هذا طلاص لا يحتاج قال لا والله يا جماعة أول مرة في حياتي رحت مع واحد اللي اسمه حمزة أبو حربة الله يذكره بالخير وتوفي الجدة والله يرحمها تصل عليه قبل يومين حمزة أبو حربة هذا عاطب الحياة عايد مدري كم سنة ومشيت معاه طبعا ما أثر على المستوى لكن عندنا كيمية متوافقة نفس التفكير نفس الكورة ونفس كده ولا دم مجتهد حقيقة تحسوا أنه خلاص أثرت فيه السوابق القديمة فمو هو اللي أثر عليها سلبا حقيقة أقولها لكن أيام الله أيام جميلة يا حمزة أبو حربة المهم وتيجي مادة الإحياء أنا عارف أنا عارف نفسي أنه ما أجيب درجة كويسة ولا جيد جدا تحت الجيد لا لا بين الجيد جدا ما الجيد يعني حق النجاح من هنا أجيبه أنا ما أحب المادة عموما المو المادة الحصة نفسها بس ما كان فيه شرح خلاص يعني وكمان وقت الاختبارات يقعد تحفظ بوتوسيوم خليها على الله بس والله يجي تسليم الشهادة الحمد لله يعني أنا صح أحب الكورة وكذا لكن الحمد لله علاقتك مع المدرسين كلها طيبة كان رأي تفصلنا أستاذ اسمه إبراهيم الزياني الله يذكر بالخير من درس رياضيات إبراهيم الزياني في منرسة عمر بن الخطاب والله أني يدعي له والله يجيني يعني ما أنسأله الموقف ذلك لما نجينا نسلم الشهادات معايا حضرت العمدة حمزة تمام طبعا إيش الطريقة أنت تروح لراية فصلك الساحة مع الشهادة اسمك مو موجود يعني إيش في لوحة الشرف تروح هناك تلاقيه مع إيش مع البوتاسيوم مع الراسبين فروح تسأل إبراهيم الزياني أنا اسمي أحمد يعني بالأسامي بالتسلسل إبراهيم أحمد أيمن أيسر أنا ثاني واحد أعرف قل لي واحد اسمه إبراهيم سيت اسمه إبراهيم إيش فالسلسل إبراهيم زياني جاء سوى كذا أهلا أنا أحمد كيفك يا ولدي قال له نظرات الله يذكر بالخير حبيب سوى أنا من يوم ما قلب الورقة الثاثة أهلا تلخبط أهلا تلخبط هاي حمزة سر إيش يقول لي من وراي يقول لي راسب 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 والله يا جماعة انتفضت ما الحمد لله الوالد معودنا على التعليم يعني الوالد لو يقول لكم يسوى أشياء كثيرة في حياتنا عشان التعليم هذا تمام الوالد محاضر في الجامعة وجامعة مليك عدل عزيز مؤخرا كان كلية المعلمين معلمين وخرج كثير من المعلمين الوالد ما يذكروا بالخير بل بعضهم الآن ضباط وكذا ودكاتر وأطبة ويفرح أبويا يعني طلابه يعني رجل رجل في التعليم يعني ووكيل الكلية كان وكيل ف لما نقلب لوراك كذا قل لي أتسأل براهم الزيان الله يذكروا بالخير وهذا اللي براي اللكيع يقول لي راسب 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 فقل لي يحمد يمكن ترى في يعني في الفصل الثاني تلخبطه أنا فهمت أنا دمع ترى باشت الشقر يجي أقول الوالد النادي ما النادي كنت لعب في الأهلي وهيوني الدمع قاعدة وكذا أنا عارف أنه ما هي في الفصل الثانية كلما بدلت صارت له فيه ترمشت مر موحلو والله ورحت رحت لقاحة البوتاسيوم الذي ما دلش اسمه راسبين والله أقرأ أحمد عبدو حمادي يا الله ما لك بالطويلة هذا اللي يتونس علي جاي ورايا راسب في الكيميا كمان حمزة بحربة كلنا الاثنين راسبين طبعا أنا أول مرة حمزة خبرة عادي يعرف عنده عنده مناعة كيف يتطرف كيف شوي الله يذكر بالخير السلسة مير باتي معروف برضه مدرس عمر بالخطاب قال لي يا حمالي أنا طبعا صغير كنت طليت فيه ما ردت عليه وضعت السيارة الوالدين تعاملوا معي بتعامل رائع جدا والده حضرتني وجلسات ومدريقات قدر الله قول الحمد لله يلا الآن اجتهدوا كده طبعا الوالده أنا عارف أبويا ما في نادي ما في كلام من الأخير يعني أنا متجهز دحين كيف حيجي يعني الضرب الوالده سوت يعني علاقات دبلوماسية جميلة مع الوالد و يعني كلمته قالت له ما تضغط عليه وكذا وجان الوالد تكلمني قال لي شوفك أبوه جواد وكذا وكذا والله جماعة ما أذكر إليني على ذاكر فيه اختباراتي عادة بعد ثلاثة شهور أو شهرين مص وأختبر وأروح أكلم أستاذ عمر أقول أستاذ عمر تروح حطني في باله وأرسب أي والله وأرسب ويجيني هذا حمزة بحربة كمان نعيد سنة كاملة مواد كاملة كان عندنا الآن الظاهر ما أدري الشاب الثانوية إذا عدت ما ده تحملها معك ما في تحملها تعدد السنة كاملة أول أيامنا وعدت السنة كاملة وتيجي السنة الجديدة معايا طلاب أصغر مني تمام المشكلة شوفوا أنا إلى الآن شكيت بين أنه آدمي هذا حاقد علي عشان الكرام اللي قالوا أول أو كذا وبين أنه هذا مستوايا فأنا خلاص حاولت برمجت نفسي يعني برمجت نفسي إنه خلاص أعيش السنة هذي وأنا أول حصة في السنة الجديدة تخيلوا أول حصة في السنة الجديدة كانت عليها أحياء عند الأستاذ نفسه فقاموا أول ما دخل كيف أكون طيبين هذه السنة جديدة يكلم طلاب سنة ثانية ينتقل سنة ثالثة والعمدة موجود أكبر واحد من فصل المهم مجالس كده وشافني حمادي نفعك الصوت اللي طلعته أول يا الله طبعا أنا مات ملكت نفسي أخوان مات ملكت نفسي صراحة أنا على طول مباشرة مسكت نفسي قدام وطلعت من فصل في الرايح قال لي ولك كلمت وطلعت من فصل فشوف أنت الفكرة فين الفكرة والله يا جماعة والله 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 أجمل سنوات حياتي ذاك الفصل اللي هو اللي هو إحنا كنا فيه عمد وكان فيه قصغر مننا أجمل سنوات حياتي طبعا فصلنا ذاك فيه لكل شيء تتخيل فصلنا أنا أقول لك ياها بكل صراحة أي شيء تتخيلوا فيه أصناف الشباب تبغى إيش تبغى حقين كورة فيه تبغى حقين طرب فيه تبغى كلام ما بقوله فيه تبغى المفتي موجود ما يحتاج تبغى شباب ما شاء الله تبارك الله شطار شطار موجودين بقول لكم نقصر ما عليش هاليوم دردش كذا خلونا نزردش الساعة كم دحن فهم أنا دحن دولي أصغر مني وأنا كبير بعدين جاء العمد الحمزة الجنبي فإحنا شكلنا كذا زاوية كذا بس والله الحمد لله مو بالعكس يعني أنا الحمد لله يعني القرآن كل شوي يا ربيك أنت كل ما تحفظ القرآن يهذبك هذب أخلاقك يعني المهم فصلنا هذا فيه كل شيء من جد بالفعل أقول لكم ياها يعني جس مرة مع حمزة كذا العميد حمزة بس سمحته قوله العميد حمزة العمد يعني يعني فصلنا هذا غريب جدا فيه له يعني أقول لك أنا ما أبالغ لك كل شيء من أصناف المجتمع فيه المهم علاقتي مع الشباب أنا كل الفصل علاقة جميلة جدا يعني اللي صوته حيلي يقرأ لنا قرآن يعني حتى يعني يجوني الشباب اللي قدام الله يذكرون بالخير بالله إلا ما تجي حسط القرآن تعال عندنا قدام قرأ قرآن فأنا يعني مسوي لهم الشيخ بنباز هناك يعني يعني الصغار كلنا يعني بس أنا مسوي النواش اللي هو هذا هذه الهيلمان نكبني مرة من المرات إيش اللي سارة يا جماعة كان عندنا واحد ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله أذكر اسمه أنس إن شاء الله إنه اسمه هذا شاطر مره حتى علاقتي فيه كذا السلام عليكم وعليكم يا أخي يا أخي عندي درجات نفسي تديروا إياها لما تنقص عنده درجة يا أخي ما شاء الله تبارك الله يعني استغفر الله العظيم يعني ما شاء الله تبارك الله العيال اللي 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 ما لهم في الدراسة جنب حارتنا يعني جنب إحنا نسميه المكان يعني نسميه الحارة يعني يقولوا هذا ما شاء الله تبارك الله أبو دكتور أمو دكتورة يعني في البيت الأمور طيبة استغر الله العظيم يعني هذا ترى قدح في العقيد يعني في النهاية إيش يعني إيش يعني في نفس الله السلام العافية المهم فدائما قدام ما شاء الله مشارك وكذا 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 حمزة يوم من أيام غايب فكان المكان فاضي جنبي أنا فجيت من الفسحة الظاهر إن حكمت مباراة وزكينة جيت من الفسحة رجيت مكاني ولقيت واحد جنبي أنا ما في بالي طلعا كنا لابسين عشن أغامين هذا مدري spinach بسأ كنا نحن حصة الرياضيات حصة الرياضية السيد محمد الحازمي الله يذكر بالخير من أحب المدرسينiędzyMحمد الحازمي في مدرسة عمر بالخطاب المهم أن السيد محمد الحازمي دائما يعتمد على الصفة الأول الصفة الأول مو حق الصرات الصفة الأول الشطار الله يحفظهم كلهم يوفقهم لحيا ما شاء الله أغلبهم دكاتر وكذا الله يوفقهم يا رب يسعدهم وبعضهم فيه التواصل معهم المهم الصفة الأول فالأستاذ لما طل قام يقول اتذكر تكعيب سيم صاد مدر ايه طل يا أنس أنس فين أنس أنس غايب شوية أنس جنبي الولد جالس جنبي رافع يده فأستاذ الحمد الحمد من حبيبي لطيف جدا قال يا أنس أنا أغبطك أنك جالس جنب أحمد بس أنه المكان غلط وراء لا قال له والله استاذ أنا حتى بس أنا مستغرب هو ليش جاي هنا يعني هل هي فترة تغير أو كذا فالسلم حمد الحمد قال ليش راح انتهت الحصة تمام قام هذا أناس طلفية وعيونه محمرة قلت أيوة اليوم مع جلسة تائبين ولا إيش قال لي شوف قال لي أنا قريت كتاب هذا الكتاب كلمني صاحبي إنه يحضر يحضر إيش أنا ما انتباهت يعني قال لي أنا بغاك تقرأ وأنا خايف وأنا قريته حسيت بحاجة ويتكلم في الخمسة دقائق بين الحصص وأنا ترى حاسي أني نفسي يتكلمني وأنا هو يحسني من الحلع اللي يقرأ لهم القرآن و المنباز يحضر جينيه وأنا طول فيه كده شوية طلع كده مش نط وحطه في الماصة أنا لما حطه في الماصة دخل الأستاذ ياه ياه أثقل ساعات عمري أنا يعني وصلت لمرحلة مسوي ذا كده وأطل فيه ومسوي نفسي شديد وأنا أخوف مني ما فيه صرت يعني ماني قادر أقرب ولا أطل فيه يا أخوان كده جالس تخيلات تخيلات إنه ذا حين اطلع لك واحد صغير يا جماعة كنت اطلع لك واحد ولا الماصة تهتز ولا يطلع لك فيه ثعبة خلق جالس كده أطل في الماصة دا 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 ولي استهلا وأنا جالس ذا حين هو يكلمني على الكتاب وأنا جالس لا إله إلا الله الأذكار قلت لكن ستة مرات يا رجل شبكت سورف مع بعض ولخبط وريقي نشف و ماني عارش بس بنا كمان فيه زاوية أطلع أعلق صح طحن كيف كويس يا جماعة إذا كويس سووا كده ما حكمل ما تقولولي إنو سووا كده يعني تمام تمام يا جماعة تمام رجع للبثة تمام فأنا مشدود كده الله يذكره بالخير أستاذ أحمد الجوهي هذا الإنسان له فضل علي بعد الله سبحانه وتعالى يعني إن سألتني مين أكثر إنسان تأثرت فيه في مرحلة الصغر في التدير أقول لك الشيخ أحمد الجوهي من طلاب الشيخ بن عثامين فأنا كده أنا أفكر في سيد أحمد الجوهي سيد أحمد الجوهي أنا ما حيروح للكتاب سيد أحمد الجوهي ما أبغى للشيخ أحمد الجوهي فهو يكلمني فنفسي أقول له أسكت خراص يعني خراص أنا خراص اللي فيه كافين من يوم ما دق الجرس دخلت يدي في الماصة وجري جري على مين على سيد أحمد الجوهي قدر من الله سبحانه وتعالى سيد أحمد الجوهي كان عنده غرفة كده على اليمين والله يا جماعة دخلت هي غرفة طويلة وفيها دخل على اليسار لما فكيت الباب دخلت أستاذ أحمد أستاذ أحمد ويشوي للباب انقفل لا جعل فالي حاجة ثانية انه خلاص اليوم فينيتو اليوم المرحلة الأخيرة الوحش والله وفكز الباب حق واجري في السيب كده بس الشيخ ما يحتاج ثابت ان شاء الله ربنا ثبته يعني فمسكت الكتاب وفي غرفة اندرسين دخلت عليه وان حالتي وجهي متلون قال ليش فيش فيش في ما لي قادر تكلم خد وقال ليش هذا قال لي خلاص روح أحرقه قلت أحرق مياه أنا أنا ما لي ماسك الكتاب هذا نهائيا أحرقه بطريقتك الشيخ أحمد قال لي خلاص خليه أنا سوى تصرف فجاء بعدين زال أخير الشيخ أحمد جوهي في الحصة كده فهمنا عن قضية ماذا تقرأ واشتقرأ مو أي شي تقرأ وربما بعض القراءات تؤدي بك إلى مثل هذه الحالات أو إلى ما حالات الإلحاد أو في كده فبعض المواقف أحيانا تكون مضحكة نوعا ما لكنها هي في النهاية تأدي إلى أنه سبحان الله ليس كل شيء يقرأ ليس كل شيء يقرأ ليس كل شيء يقرأ اقرأ في المجالات التي تحتاجها أو يحتاجها الإنسان لكن واحد يقرأ في الإلحاد يش يبغى هذا يدخل على نفسه باب ليش يعني أو يدخل في نفسه باب السحر كيف العالم هذا ليش ليش يعني الحمد لله رب العالمين المهم الهيبة راحت من زمان أصلا من زمان الله يغفر لنا والله أيام جميلة معلومية أستاذ أحمد جوهي أقول لكم حاجة من الناس اللي تأثرت منهم يعني ترى يعني مرة جانا الحصة الأولى الحصة الأولى تعرفوا الحصة الأولى رواقان يلا يفتح المصاحف صوته جميل أستاذ أحمد ترى فيه في شواب يقول درسني صوته جميل جميل جدا ويقرأ سورة يوسف والله جماعة الفصل كله كذا واستاذ أحمد الجوهي سبحان الله ذاك اليوم أظن أنه في حالة من تأثر كبيرة أتذكر هذه الناس وتولى عنهم واتذكر تلاوته تقريبا بهذا الطريقة وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ويبكي الشيخ دمعته كده على عينه والله دق الجرس ولا حد تتكلم والله القرآن الوسطوى والله القرآن الوسطوى جلسنا كده برسوطين نطل في بعض ما تتكلم كلنا مرتاحين مواقف الثانوية مواقف جميلة جدا خصوصا أنه من يكون عندك مربين أفاضل كبار كده يعني سبحان الله تتأثر فيهم في حياتك أذكر السيد سماعيل الثقفي هذا من شوفوا والله ما أنساه وأنه يعني لو فضل علي بعد الله سبحانه وتعالى عظيم جانا من الطائف السيد سماعيل الثقفي الله يذكروا بالخير الله يذكروا بالخير ويحفظوا ويوفقوا ويسعدوا يا رب العالمين استاذ تخيروا كان عندنا اختبارات احنا هم درس لغة عربية احنا في اللغة العربية يعني وقتهم ثانويا خاف من المادة هذه الحسنة معقدة في الإعراب دخل على فصلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشباب أنا حاس فصلكم لخبط شوية في هذا ايه والله استاذ مدريش قال طيب تخيروا هذا مدرس في مدرسة حكومية قال شوفوا يا شباب بعد المغرب بيتي مفتوح الله يحييكم احنا قلنا والله فرصة ان نروح ثلاثة اربع انفار إلا شوية زاد العدد تكلمتوا استاذ معي كده سوانا عاشا في بيته تخيري سوانا عاشا كريم ايه والله ما فهمت أنا عن نفسي ما فهمت من الشرح لانه زحمة الشباب جو ويشرح لانه كده وكده وافتح الكتاب سوقفني الموقف هذا قديش حرصوا علينا وكذا مين يسوي هذا الحين احنا الدنيا كلها مصالح والمعلمة هيقولك يا عمي دهي عليهم كله بفلوس طيب يا حبايبي الله يرضى عنكم يزاكم خير سهرة ممتعة وماتعة الله يرضى عنكم يفقكم ويزاكم الله خير وكانت ليلة ممتعة يعني ما بين أجوبة ما بين مواقف في المرحلة الثانوية هل هناك برنامج للمضال مثل برنامج مريمية نعم لكن ممكن حالة جديدة تكون الله أعلم يعني عيننا وإياكم على كل خير يا رب العالمين الله يعطيكم العافية يا شباب شكرا لكم نختم بدعاء وصلاة سبحانه وتعالى يخبرنا واتجاوز عنا اللهم يا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا عظيم المن يا من يرجى للشدائد ضعف الاعتماد إلا عليك لجأنا إليك لذنابك رفعنا أكفة الضراعة إليك يا من يرانا ويعلم حالنا وما في قلوبنا يا من جمعنا على ذكره يا من جمعنا على طاعته من كل مكان اللهم إن العباد عبيدك اللهم إن العباد عبيدك ولا رب لنا سواك عبادك عبادك سوانا كثير ولا رب لنا سواك يا كاشف الهم يا كاشف الهم يا كاشف الهم يا الله يا الله وما خاب بمن دعاك يا الله يا الله اللهم كما جمعتنا على ذكرك فاجف معنا في الفردوس الأعلى يا رب العالمين اللهم ادخلنا جناتك من غير حساب ولا سابق عذاب من غير حساب ولا سابق عذاب يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة الخلق خلقك والعباد عبيدك وأنت الله الرؤوف الرحيم اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم إن رأيتنا نزل فردنا إليك ردا جميلا ردنا إليك ردا جميلا ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين يا رب يا رب ما عصيناك استخفافا بهيبتك ما عصيناك استخفافا بجلالك ما عصيناك استخفافا بعظيم سلطانك لكن غلبت علينا شقوتنا لكن غلبت علينا شقوتنا وطغت علينا الدنيا بشهواتها وملذاتها ها نحن بين يديك نعرض ذنوبنا على رحمتك يا من قال في كتابه ورحمتي وسعت كل شيء اللهم إنا شيء فالتسعنا رحمتك يا رب اللهم فالتسعنا رحمتك يا غفار يا غفار لمن تاب يا غفار لمن تاب اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها على نيتها وسرها اللهم اغفر لنا ما كان بيننا وبينك من الذنوب يا رب العالمين واجعلنا في ختام هذا اللقاء ممن قلت فيهم أشهدكم يا ملائكة أني قد بدلت سيئاتهم حسنات يا رب يا رب يا رب أنت ولي ذلك والقادر عليه اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمت ورحمتك نستغيث أصدح لنا شأننا كلا أصدح لنا شأننا كله أصدح لنا شأننا كله ولا تقلنا إلى أنفسنا طرفتين اللهم غفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم كما تجاوزوا عنا تجاوز عنهم يا الله اللهم كما رحمونا فارحمهم يا الله اللهم كما أحسنوا إلينا أحسن لهم يا الله اللهم إنا نشهدك في عليائك أنهم علمونا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم فجازهم عنا خير الجزاء اللهم جازهم عنا خير الجزاء اللهم من كان منهم مريضا فشافه اللهم من كان منهم مريضا فشافه ومن كان منهم عيونا ففك عنه العين وشافه وداوي ومن كان منهم مسحورا ففك عنه سحره يا الله اللهم ومن كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك واختم له بخير يا رب العالمين اللهم ومن كان منهم ميتا أسألك يا رب يا رب يا رب يا الله أن تنزل على قبره شعابي برحماتك اللهم أنزل على قبورهم شعابي برحمات اللهم إنهم في جوارك اللهم إنهم في جوارك اللهم فأحسن إليهم الوفادة عليك واجعلهم في روضة من رياض الجنة يا رب العالمين اللهم اغفل لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم يا الله يا الله قل هم من ضيق اللحود ومرات عدود إلى جناتك جنات الخلود برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصلح أبناءنا اللهم اجعلهم من أهل القرآن صالحين مصلحين يا رب العالمين اللهم صالحين مصلحين يا رب العالمين اللهم إنا نستودعك أبناءنا اللهم نستودعك إيماننا وديننا وأهلونا وأحبابنا وأبناءنا ونستودعك أوطالنا اللهم ونستودعك علماءنا يا رب العالمين اللهم أبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه على أهل المعصية يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا سميع الدعاء يا الله اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك يا رب اسمك الأعظم الذي ناجاك به محمد صلى الله عليه وسلم فأجبته والذي دعاك به ذنون ومن بطن الحوت أخرجته والذي ناداك به يعقوب فرددت له ولده والذي نادتك به أم موسى فمن البحر أنجيته يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا بديع السماوات يا بديع السماوات والأرض اللهم من المديون من المحروم من الذرية من المسحور من المريض من المسحور والمريض من المهموم من المكروب يا الله لا كاشف لها إلا أنت قلت وقولك الحق أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا كاشف السوء يا كاشف السوء لا كاشف لها إلا أنت اللهم من أتاك مهموما فرج همه من أتاك محروما من الذرية فارزقه يا الله من أتاك معيون اللهم فداوه شافه بشفائك ومن أتاك مريضا داوه وشافه يا الله ومن أتاك مسحورا ففك عنه السحر يا الله يا الله فك السحر عن المسحورين وافضح والعن كل ساحرة وساحر اللهم وكل من تعاون معهم يا رب العالمين اللهم آذوا العباد وأكثروا في الأرض الفساد اللهم فصب عليهم صوتا من العذاب وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين اللهم وانصر المظلومين اللهم وانصر المظلومين فوق كل أرض وتحت كل سماء يا رب العالمين نسألك في ختام هذا الدعاء يا الله يا الله حشرنا مع محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احشرنا مع محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الكراب والأبياء والمرسلين وإن لم نعمل بعملهم اللهم إنا نحب القوم فاحشرنا تحت لوائهم يا رب العالمين اللهم أكرمنا بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة اللهم أكرمنا بالجلوس معه في الجنة اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في الجنة لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم بسوء أعمالنا ونياتنا يا رب العالمين اللهم لا تجعل معنا ولا فينا ولا منا شقيا ولا محروما واجعلنا في ختام هذا الدعاء ممن قلت فيهم أشهدكم يا ملائكتي أني قد أجبت دعواتهم ورضيت عنهم وأقلت عثراتهم يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك التكلان يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين اللهم صلي وسلم على عزكم والله خير على الاستماع وسامحونا على الإطالة السلام عليكم